السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعة قناة صحتك في معلومة الكرام اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نتمنى من الله عز وجل أن تكونوا دائما في دوام الصحة والعافية في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نرد عليكم أهم وأبرز الفواد الصحية للكركم والليمون ومعلومات قيمة فابقوا معنا إلى نهاية هذا الفيديو ولا تنسوا دعم القناة باشتراك وليك وتفعيل الجرس وهذا فضلا وليس أمرا لو أعجبكم الفيديو الكركم والليمون فوائد صحية عديدة ربما تعرفها الأول مرة عن تناول هذا المشروب الكركم توابل صفراء برتقالية زاهية شائعة الاستخدام في الكاري والصلصاطة تم استخدامه لخصائص الطبية ومضادات الأكسادة والمضادات للالتهابات منذ آلاف السنين سوف نتعرف أكثر في النقاط التالية على أهم فوائد تناول الكركم مع الليمون متابعين الكرام لا يعتد بهذه المعلومات كمرجع طبية وفي حالة القلق منها يجب عليكم مراجعة الطبيب وخصوصا للمرأة الحامل والذين يوظبون على تناول الأدوية لكي لا يتعارض معهم تناول هذا المشروب الكركم والليمون يحتوي الكركم على خصوص مضاد للالتهابات ويعزز الجهاز المناعية لتعزيز عملها المفيد وتسهيل الامتصاص يجب استهلاك الكركم ملعقة صغيرة في اليوم مع القليل من الفلفل الأسود هذه التوابل الصحية معروفة جيدا بخصائصها المضادة للأكسادة والمطهرة والتكتيل وعملها المفيدة على الدماغ والجلد ووظائف القلب وكذلك لغفض نسبة الكوليسترول يساعد الكركمين على إزالة السمو من الكبد ويكافح الشيخوخة الخلوية وله خصوص مضادة للبكتيريا يمكن استخدام مسحوق جذر الكركم كتوابل على الخضروات المطبوخة أو الدجاج أو الأرزة مما سيعطيهم لون أصفر مميز يمكن استخدامه أيضا لصنع الحليب الذهبي الكركم القوية وحليب اللوزة والعلاج الطبيعي القائم على العسل يستخدم في طبي الأيروفيدا لتقليل الالتهاب للحصول على تأثير تنظيف أقوى أضف ملعقة كبيرة من الكركم إلا الماء الساخن وعصير الليمون والزنجبيل في الصباح لعمل علاج طبيعي للمضادات الحيوية لالتهاب الحلق قم بحل ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من الكركم فيه تسعة ملعق كبيرة من عصير الليمون تخلط جيدا اشربه بشكل منتظم أو أضف القليل من أشياء الأخضر إليه يحتوي ماء الليمون بمفرده على العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك حقيقة أنه يساعد على إزالة السموم من الجسم عن طريق إعطاء الجهاز الهضمي عند الاستيقاظ إضافة الكركم لماء الليمون لا يعطيك طعام في الصباح مختلفا فحسن بل يضيف الكثير من الفوائد الصحية أيضا إذا كان روتينك الصباحية ينطوي حاليا كوب قهوة قبل أن تخرج من الباب فلماذا لا تستبدل كوب قهوة بماء الليمون الكركم الصحية؟ إنه سريع بنفس القدر وعلى عكس القهوة فهو غني بالأشياء التي يحتاجها جسمك مثل فيتامين جيم والفيلافونويدا ومن ضد الضوط الأكسادة والمركبات المضادة للإلتعابات يعزز فقدان الوزن ثبت أن شرب ماء الكركم مع الليمون أو بدونه يمنع تراكم الدهون وتناول مشروب ساخن صحي في الصباح يكون مذاقه شيقا ومبهجا قد يمنعك من الإفراط في تناول الغداء يحسن الكركم الهضم والإيضة شرب مشروب الكركم سواء كان الكركم وماء الليمون أو أي شيء أخر يمكن أن يعزز قدرة الجسم على إنتاج الصفراء وهو أنصر حاسم في الجهاز الهضمي الصحي الذي يعمل بشكل جيد يساعد هذا المشروب على التخلص من السموم يستخدم الكبد الصفراء كجزء من عملية التخلص من السموم من الجسم تحافظ الصفراء أيضا على صحة الكبد وفي الوقت نفسه يساعد حمضة استريكا في عصير الليمون جسمك على الحفاظ على مستويات الأس الهيدروجونية المناسبة للعافية والليمون نفسه مدر للبولة الطبعية ويساعد جسمك على التخلص من السموم في البولة يحتوي على مواد مضادة للأكسادة يعتقد أن المرض والشيخوخة المبكرة ناتجة جزئيا عن الأضرار التأكسودية التي تسببها الجذور الحرة في الجسم تحمي مضادة الأكسادة جسمك من تأثيرات الجذور الحرة وهو يمتلكها الكوركم والليمون يخفف من أعراض التهاب المفاصل يحتوي الكاركامين فيها الكوركم على خصاص مضادة للالتهابات يمكنها مقامة أعراض الاضطرابة الالتهابية المزمن التهاب المفاصل الروماتيدي حمايتك من العدوى الخصاص المضادة للبكتيريا والمضادة للفيروسات والمضادة للميكروبات للكوركم مقترنة بجهاز المناعة المعزز بفيتامين سي والبوتاسيوم في عصير الليمون تعني أن هناك الكثير من القوة لمكافحة الأمراض في كل كوب دافئ من ماء الكوركم والليمون يخفض مستويات الكوليسترول أظهرت العديد من الدراسات أن المركبات الموجودة في الكوركم يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على مستويات الكوليسترول وعلى الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما هي الجرعات المثلة قد يساعد أيضا في منع أمراض القلب بالنظر إلى أنه لا توجد سلبيات تقريبا لإضافة الكوركم إلى نظامك الغذائية فلماذا لا ترى ما يمكن أن تفعله هذه التوابل لمستويات الكوليسترول لديك الوقاية من مرض الزهيمر يمنع الكوركم تدهور الخلايا العصبية عن طريق زيارة مستوى العمل العصبية المشتقة من الدماغ هرمون يبدو أنه يحافظ على صحة الدماغ والذي بدوره قد يبقي مرض الزهيمر بعيدا في هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة به الكركمين في الكوركم قد يحسن الذاكرة متابعين الكوروم لو استفدتم من هذا الفيديو فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل يقونة الجرس لكي يصلكم كل إشعارات قناة صحتك في معلومة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انتظرونا في حلقات قادمة إن شاء الله إذا كان في العمر بقية